بسم الله والحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبناتي الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس المسح على الخفين والجوربين والجبيرة ولكن قبل أن نبدأ في درسنا أيها الأبطال تعودنا أولا أن نستمع إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح والآن دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام معرفة أحكام المسح على الخفين والجوربين والجبيرة أما الأهداف الخاصة فأولا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة معنى الخف والجورب والجبيرة ثانيا أن يذكر الطالب وأن تذكر الطالبة شروط المسح على الخفين والجوربين ثالثا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة كيفية المسح على الخفين والجوربين والجبيرة رابعا أن يعدد الطالب وأن تعدد الطالبة مبطلات المسح وبعد أن تعرفنا على الأهداف هيا بنا أيها الأبطال ننتقل إلى درسنا والذي سيكون عن المسح على الخفين والجوربين والجبيرة نأتي يا أبطال إلى مبطلات المسح مبطلات المسح التي تبطل المسح الأول قلنا انتهاء مدة المسح المقيم إذا انتهى يوم وليلة فهنا انتهت بالنسبة له مدة المسح إذا مر عليه يوم وليلة انتهى بالنسبة له مدة المسح المسافر إذا مر عليه ثلاثة أيام بلياليها فهنا انتهت عنده مدة المسح ويبدأ من جديد يعني يخلع الشرابين ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس ثم إذا مسح يبتدئ مدة جديدة إذن هذا المبطل الأول انتهاء مدة المسح الثاني خلع الجوربين أو أحدهما خلع الجوربين أو أحدهما يعني إذا خلع الشراب أو خلع الشرابين في أثناء المدة انتهت مدة المسح انتهت مدة المسح ويجب أن يستأنف ويبدأ من جديد يبدأ من جديد يعني يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الشرابين ثم إذا مسح يحسب مدة جديدة الثالث حصول الحدث الأكبر حصول الحدث الأكبر الموجب للغسل فإذا وجب عليه الغسل والاغتسال فهنا يخلع الجوربين أو الخفين ويغتسل ثم يبدأ في حساب مدة جديدة إذا مبطلات المسح ثلاثة انتهاء مدة المسح خلع الجوربين أو أحدهما وحصول الحدث الأكبر الآن نأتي إلى المراد باللصوق والجبيرة والعصابة إذن المراد باللصوق والجبيرة والعصابة أولا نتحدث عن اللصوق اللصوق هو ما يلصق على الجروح أو البثور للتداوي مثل هذه اللصوق التي في الصورة إذن اللصوق هذه تعتبر من الجبيرة التي يجوز المسح عليها لأن الإنسان يضعها للحاجة إذا كان فيه جرح صغير أو بعضا من البثور فيضع مثل هذه اللصوقات التي تحميه بإذن الله الثانية الجبيرة الجبيرة ما معنى الجبيرة؟ ما يشد على الكسور من جبس أو أعواد ونحوها ما يشد على الكسور من جبس أو أعواد ونحوها مثل هذه الصورة مثل هذه الصورة تضع يضعون الجبس أو الأعواد على الإنسان المكسور في يده أو في رجله فهذه تسمى الجبيرة لأنها تجبر الكسر ويطيب ويبرأ بإذن الله تعالى إذن عرفنا الآن اللصوق وعرفنا الجبيرة وبقيت معنا العصابة العصابة والعصابة ما يشد على الجرح أو الرضي أو الحرق من قماش ونحوه للتداوي كما هو موضح في هذه الصورة أو ما نسميه في وقتنا الحالي بالشاش أو ما أشبه ذلك فهذا نسميه العصابة تسمى بالعصابة توضع على الجرح توضع على الرض توضع على مكان الجرح الكبير من أجل التداوي كما هو موضح في هذه الصورة إذن هذا هو المراد باللصوق والمراد بالجبيرة والمراد بالعصابة الآن ننتقل يا أبطال إلى الجبيرة إلى الجبيرة وحكم المسح عليها حكم المسح عليها نقول يا أبطال يجب المسح عليها في الوضوء إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء وفي الغسل ما دام محتاجا إلى بقائها سواء لبسها على طهارة أم لا ومتى زالت الحاجة إليها وجب خلعها وغسل العضو عند الطهارة إذن يا أبطال إذا وضعنا مثل هذه اللصوق أو الجبيرة أو العصابة فإننا في أثناء الوضوء نمسح عليها بشكل كامل ليست مثل الخفين والجوربين نمسح على ظاهر القدم لا إنما نمسح عليها من جميع الجهات نمسح عليها من جميع الجهات وبعد قليل سأريكم كيف الطريقة لكن الجبيرة إذا وضعناها فنمسح عليها من جميع الجهات عند الوضوء وكذلك عند الإغتسال إذا كان الإنسان محتاج إلى بقائها يعني يحتاج أن تكون موجودة لا يستطيع أن يخلعها مثل الجبيرة أو مثل الجروح الكبيرة والتي عليها عصابة لا يستطيع أن يرفع هذه العصابة فيستطيع أن يمسح عليها في أثناء الوضوء وفي أثناء الإغتسال لكن إذا خلعها هنا وجب عليه أن يغسل العضو أن يغسل العضو سواء كان في اليد أو كان في الرجل أو كان كذلك في الرأس ويقول أيضا ويشترط لجواز المسح على هذه الحوائل ألا تتجاوز موضع الحاجة يعني نضعها على مكان الجرح على مكان الكسر يضعها الطبيب أو نضعها نحن على المكان المجروح لكن لا نزيد ونضع على مكان ليس له حاجة الآن يا أبطال نأتي إلى كيفية المسح عليها فنقول تغسل ما حول الحوائل وتمسح على الحائل من جميع جوانبه من جميع جوانبه نقول أيضا المسح يكون على ما ظهر من العضو ولا يمسح الزائد عن حد الكعبين لو كان على رجل المتوضع الآن يا أبطال سنريكم كيف يمسح على هذه الحوائل كيف نمسح على هذه الحوائل وكيف الطريقة إذا كان بعضا من العضو عليه حائلا والبعض الآخر مكشوفا فمثلا إذا وضعنا مثل هذه اللصوق على الجرح الآن نلاحظ أن الإصبع هذا مكشوف هذا مكشوف وهذا المكان عليه اللاصق وهذا أيضا مكشوف إذا ماذا نفعل؟ نغسل هذا المكشوف هذا يغسل بالماء وهذا الباقي يغسل بالماء أما هذا فيمسح كيف نمسح عليه؟ نبلل الإصبع بالماء ثم نمسح على جميع الجهات على جميع الجهات ليست من الأعلى فقط لا إنما على جميع الجهات كاملة تكون بهذه الطريقة نمسح عليها بالماء نمسح عليها بالماء الباقي المكشوف هذا يغسل بالماء وهذا نمسح عليه كاملا كما فيه إذا وضعنا جبيرة أو وضعنا مثلا العصابة الآن نعود يا أبطال ونقول أننا نغسل ما حول الحوائل ونمسح على الحائل من جميع جوانبه أيضا نقول المسح يكون على ما ظهر من العضو الذي ظاهر من العضو هو الذي يمسح إذا كانت الجبيرة كبيرة في الرجل وامتدت إلى أعلى الساق أو إلى نصف الساق فهذا لا يمسح إنما يمسح على قدر الكعبين من الرجلين إلى الكعبين فقط إذن يا أبطال بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وأشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور أتمنى منكم الاطلاع على هذه التوصيات والعمل بما فيها من توجيهات وتعليمات شكرا لكم إخواني وأخواتي شكرا لكم أبنائي وبناتي نلتقيكم على خير نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته